بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم أمين مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قلوب عامرة مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون نستكمل ما بدأناه إن شاء الله ما حضرتكم في اللقاءات السابقة في ملف حماية الأطفال والمراهقين والشباب من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وضرورة تحقيق الوقاية والحماية ليهم منذ صغرهم لأن ده شيء مهم جدا نزرع ده في الصغر لأن التعليم والتوجيه في مرحلة الصغر زي ما بيقولوا كان نخشى على الحجر بمعنى إنه في المرحلة دي أي تعليم في مرحلة الصغر بيثبت في نفس الصغير وبعد كده يبقى عادة دائمة ويسيرة عليه إنه هو يقدر يعملها ويقوم بيها والحقيقة اليوم إحنا نتكلم عن أدب من الأداب الراقية جدا اللي أعلمها الشرع الشريف لأتباعه لما فيه الخير الكتير اللي بيعود بالنفع والفائدة سواء على الفرد أو على المجتمع أدب الاستئدام هذا الأدب بيعد الحقيقة من القيم الأخلاقية والاجتماعية المهمة اللي بتساهم في تعزيز احترام الخصوصيات اللي بتساهم في إن إحنا بنقدر بعض تقدير بين الأفراد عشان الاحترام وتقدير ظروف الناس يعني احترام كل فرد لظروف غيره وده شيء مهم جدا إن إحنا نزرعه في أطفالنا وهم صغيرين أدب الاستئدام والمقصود من الاستئدام هنا هو طلب الإذن والسماح بالدخول إلى مكان ما أو للقيام بعمل معين فبنعلم الطفل إن لكل إنسان خصوصية والخصوصية دي لازم إنها تصانق وإنه مش في أي وقت ينفي هيدخل على أي حد فيزعجه بالزيارة أو بشيء ويحرجه أو إنه يقدر يستعمل ممتلكات الناس من غير استئذنهم أو ممتلكات أي إنسان دون أن يستئذنه لا ده لازم أعلمه إنه لما يدخل على الناس لازم يستئذن وإنه لما هيستعمل حاجة مش بتاعته حتى لو الأفراد الأسرة الوحدة عشان نزرع فيه المعاني الحلوة دي إنه لازم يستئذن وبلا شك إن تعليم أدب الاستئدام للأطفال منذ صغرهم بيساهم في تكوين شخصيات متزنة تقدر بعد كده على التعامل في الحياة ومع كل الناس إلا يعني بيحيطوا بهم أو في دوائر العلاقات الإنسانية حواليهم يقدر يتعاملوا معهم بلياقة وبلباقة ومن غير افتعى المشكلات لإنك عودت ابنك أو عودت بنتك من الصغر على إن الاستئذان ده حق لمن تريد أن تذهب إليه أو تدخل عليه أو إنك تستعمل حاجة مش بتاعتك فبردو أعود أدب الاستئدام أدب الاستئدام من السلوكيات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أمر به وده جاء في القرآن الكريم في سورة النور في قول المولى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِمْ ففي هذه الآية الكريمة تعليم لأهل الإيمان أدب الاستئدام بصفة عامة وضرورة إنك تطلب الإذن قبل دخول بيوت الآخرين فده أدب مهم لكن للأسف إنه مش هقول بعض كثير من الناس يغفل عن هذا الأدب المهم ولكن خلونا في موضوعنا حماية الأطفال والنشء من الانحرافات السلوكية والأخلاقية فده هيخدنا في تعليم الأطفال إزاي وجه القرآن وجه الوحي الشريف إلى تعليم الأطفال أدب الاستئدام ورد في بيان هذا الأدب آيات مخصوصة وكأن يعني بيبقى فيه تدرب كده الأطفال هم صغيرين في أوقات معينة لازم يستأدنوا فيها وبعد كده لهي قبل سن التكليف وبعد كده ما يبقوا مكلفين كيف يكون أدب الاستئدام فقال الله تعالى في سورة النور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوفون عليكم بعضكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم في هاتين الآياتين الكريمتين يبين المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وجوب أن يطلب منهم اللي هم الخدم اللي معاك المعاونين اللي معاك في البيت الخدم بتوعك الأطفال اللي لسه لم يبلغوا سن الاحتلام والتكليف الشرعي إن فيه يطلبوا منهم الإذن في ثلاث أوقات هي ثلاث أوقات حرجة شوية أنت بتبتدي تدرب أطفالك الصغار اللي لم يبلغوا الحلم على إنهم يستأذنوا من قبل صلاة الصبح يعني آخر الليل وده وقت طبعاً يعني بيبقى استبدال ثياب النوم بثياب اليقضة وبالتالي لابد فيه من الاستئذن فبعلم الطفل الصغير إنه تخبط وتستأذن وكمان الوقت التاني اللي هو وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم من أجل نوم القيلولة أو ده الوقت اللي الناس غالباً بتخش تريح فيه يستأذنوا برضو في هذا الوقت الأطفال الصغيرين اللي لم يبلغوا الحلم بعد والوقت التالت من بعد صلاة العشاء لإنه برضو وقت نومكم وخلع ثياب اليقضة ولبس ثياب النوم ودي ثلاث أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد ما يستأذنوا منكم الأول وغير كده بقى من بقية الأوقات ما فيش لا جناح أو ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان ولا حرج عليهم فيما عدا يعني هذه الأوقات لإنه طبعاً بيتعذر وبيصعب إنك تمنع الأطفال من الدخول في كل وقت إلا باستئذان ولكن ده في مرحلة قبل ما يبلغوا التكليف التلات أوقات دول بداية كده ليهم إني أوجيهم يستأذنوا فيها طب بلغوا سن التكليف الشرعي يجب عليهم الاستئذان في جميع الأوقات خلاص كبروا بدأوا يعقلوا الأمور ويفهموا أعود أولادي خلاص اللي كبروا سن إلى سن التكليف الشرعي إنه لازم يستأذنوا في جميع الأوقات كما هو الشأن في من هو طبعاً في دائرة التكليف كل ده داخل البيت الواحد يعني شوفوا قد إيه الأسرة لما بتبقى مدركة لهذه القيم الأخلاقية والآداب والأحكام التي يجب أن نتحلى بها ونلتزم بها وعلمها لولادي هم صغيرين أما دربوا الأول وهو لسه صغير قبل ما يبلغ سن التكليف الشرعي وبعد أما بيبلغ سن التكليف الشرعي فبتدرج معاه في تدريبه على التحلي بالأداب والأحكام الشرعية فبيبدأ تعليم طفل الصغير أدب الاستئذان من هو لسه صغير كده بتبتدي يتوعيه توجهه بترشده من بدري مبكراً من قبل سن التكليف عشان إيه دايماً بنقول وهم صغيرين عود على كل خير عشان يعتادوا على ده ويتعودوا على هذا الخلق الراقي زي ونستأنس في ذلك بما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم الصلاة للأطفال في سن سبع سنوات نبدأ ذلك في سن سبع سنوات عشان يتعودوا من صغرهم على الالتزام بالصلاة والتحلي بهذه الأداب والأداب الشرعية والأحكام التي لابد أن تراعى في المعاملات فيتعود على ده من هو صغير ما تبقاش لا تشق عليه ما تبقاش صعبة عليه بعد كده إذا صار مكلفاً فكذلك أدب الاستئدام بنبتدي ده ومن هما صغيرين جداً وبرضو يعين ولادنا على ده إنه بيجب على الوالدين إن إحنا نكون نموذج حي قدوة حية للطفل عن طريق القدوة الحسنة إزاي؟ يعني إن إحنا نستأذن على بعض نمارس الاستئذان في الحياة اليومية وهم يشوفون فيقتدوا ما يبقاش التوجيه إلى أدب الاستئذان بالأوامر والأردرات بس لا بالأمر المباشر كتعليم وتوجيه بلطف في نفس وقت الممارسة زي إيه؟ يعني على سبيل المثال يمكن للأب مثلاً إنه هو داخل على والدتهم يخبط عن عمد عشان يوريهم أو هو داخل على الأطفال نفسهم ولاده قبل الدخول يخبط كمان الأم تطلب إذن دخول غرفة الأب تعمداً قدامهم والولاد ودخولها كمان على الأولاد إنها تطلب إذن دخول تخبط كده لغاية ما تسمع إن الولاد بيقولوا لها تفضل يا مام وهكذا يعني السلوك اليسير ده والسهل البسيط ده إن أنا بمارس الأدب ده قدام ولادي ده بيغرس في نفس الطفل أهمية أدب الاستئدام وبيخلي أدب الاستئدام ده جزء من العادات اليومية بتاعته بالإضافة إلى كده يمكن للوالدين توجيه الأطفال بطرق لطيفة لطلب الإذن عند رغبتهم في استخدام مثلا أشياء الآخرين أو الدخول إلى الغرف المغلقة زي برضو على سبيل المثال ينفع مثلا للأم إنها تقول لما ترغب في تيجي الإبناء تقوله لما تحب أو ترغب إنك تخش الغرفة بتاعت أخوك تأكد من إنك لما طرقت الباب عليه إنه رد عليك يعني انتظر لغاية ما يقولك اتفضل يبقى أنا بزرع فيه إنه ما ينفعشي أفتح الباب وقوم داخل مرة واحدة لأ أنت لازم تخبط وتسمع أخوك لما يقولك اتفضل وعندما يتعلم الطفل الصغير أدب الاستئدام بيدرك إن الآخرين ليهم خصوصية يجب إن هو يحترم وده بيزرع فيه إنه بينشأ على إنه بيراعي مشاعر الآخرين وبيحفظ لهم حدودهم وخصوصيتهم وبينشأ الطفل نشأ سوية بتراعي الحرمات وبتحترم الخصوصية وفي نفس الوقت لا يخفى إنه في تعليم الأطفال والصغار أدب الاستئدام هذا الأدب الراقي إنه بيخلق بي أقامنا للطفل للطفل نفسه والأفراد قسرته جميعا وبيشعر الجميع بالراحة وعدم التعرض لأي نوع من الإزعاج الغير مرغوب فيه لما الولاد يدخلوا كده على أبوهم وأموهم دون استئزان في كل وقت هم عايزينه ربما حيخليهم يبقوا في مواقف حرجة مع أولادهم فأنا لما بعلمهم أدب الاستئزان بقولوا لا في خصوصية مش في كل وقت أنت ينفع تدخل بدون استئزان ده بالذات الأطفال حتى اللي لم يبلغوا الحلم وكم من مشاكل نفسية وعقن كانت بسبب عدم تفعيلنا وعدم التزامنا أو عدم التزام الكثيرين بأدب الاستئدان إنه يطلع الأطفال في الصن صغيرة على مناظر وعلى مواقف ما كان يجب أنه هم يشوفوها لأنه ده يزرع نوع من الخلل في نفوسهم فأنا بعلم الطفل وبيتعلم من خلال الاستئدان احترام الحدود وضع قيود لسلوكه مش هو مطلوق كده يعمل اللي عايزه لا فيه أنعام القيود لتصرفاته وحركاته وسلوكه داخل البيت وبالتالي لما يبقى خارج البيت حيعزز عنده الانضباط الذاتي لديه وبيجعله يدرك جدا حدود الأفعال بتاعته وختاما أدب الاستئذان من السلوكيات المهمة جدا 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 اللي المفروض نغرسها في نفوس ولدنا لأطفال منذ الصغر عشان هو مش مجرد عادة بل دي وسيلة تعلّم الأطفال أدب الاستئذان وإنهما يتخلقوا بي وسيلة ناجحة لبناء مجتمع قائم على الاحترام والتقدير ومراعاة خصوصيات الناس إني بعلمه إنه ليه حدود وإنه فيه خصوصية لكل فرد فيمكن للأسرة من خلال تعليم هذا الأدب إنها تسهم في إعداد جيل واعي سوي ودي نقطة مهمة بنحتاج إن إحنا نأكد عليها بننشئ جيل واعي وسوي على قدر من المسئولية بقيم الآخرين وحقوق الآخرين وخصوصيات الآخرين وفي نفس الوقت احترام ظروف الآخرين وبنخلي الجيل ده قادر فعلا على التفاعل بإيجابية مع المجتمع في سلامة ويسر اشتركوا في القناة